استقبلت مصلحة الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية محمد بوظياف باريكا ثماني ضحايا تتراوح أعمارهم ما بين الخمس سنوات وثمانية وأربعون سنة من عائلة واحدة ينحدرون من وليت سطيف تم نقلهم من عين المكان من طرف الحماية المدنية باريكا الحادث الذي نجم عن استدام عنيف بين شاحنة ذات مقطورة وسيارة سياحية تحمل الضحايا الحادث وقع بالطريق الرابط بين بلدية باريكا وولاية بسكرا بالمنطقة المسمة الضاية التابعة أقليميا لبلدية بيطام وولاية باتنا نترحم على أرواح الضحايا هذا الحادث الأليم الذي هز قلوب جميع سكان بلدية باريكا والجزائر بصفة عامة إنا لله وإنا إليه راجعون